اشتركوا في القناة سنقلب جهة المسدودة مع جهة المسدودة وهذه الجهة هي اللي سنقطع كما تشوفوا هناك تاخدوا القياس دي السيرويل أنا هنا سننقص على الطول اللي يالو لأنني سنزيد واحد بندة من الفوق هنا بالضبط أنا ما كنركز لكم شي على التفاصيل بالضبط لأن هذا قسم خاص بإعادة تدوير فاللي بغي يطال على الدروس بالفصالة والخياطة بالتفصيل فكنا قسم خاص بالخياطة والتفصيل طالوا عليه وبعد ما خيط لكم الأول اللي غادي نرجعه السيرويل غادي نخيط أعفوان غادي نفصل السيرويل الجهة الثانية الرجل الثانية بهذا الطريق بعد ما حصلنا على الرجلين معا هنا يبقي غادي نزيل واحبة نضم الفوق غادي نمل فيها لستيك هنا غادي نفصل الجهة العلوية هنتني بنور ديالي على اثنان ثم على اثنان بهذا الطريق وغادي نخرج واحد ستا سنتيم من الأمم هنا كذلك غادي نجيبه ملابس جاهزة غادي ناخده إليها القياس بهذا الطريق كما قلت لكم هنا فقط هذا قسم خاص بإعادة تدوير فاللي بغاية يعرف القوائد ديال الفصالة والخياطة فيطال على قسم الفصالة والخياطة غادي نجيبه فيهم دروس الشرح مبسط هنا بعد ما قطعنا الأمم عفوان الخلف لفتحة العنق غادي نقطع فتحة العنق للأمم غادي ندخل الأكمم بهذا الطريق باش نخرج الحردة هنايا بعد ما حصلنا إلى الأمم والظاهر كما كتشوفوا فيجيل أمم تصديفات وهنا غادي نقطع هذا الجهة جاتنا من الجهة اللي كان فيها الجيم هادي نقطعه الزوائد وبالنسبة للقب فغادي نحتفظ به لأننا غادي نستعمله كذلك مرة أخرى هادي موتفذ ديال الدب غادي نحايده يمكن نستعمله أو غادي نحتفظ به لعمل آخر إن شاء الله وهنايا من هاد القطع اللي بقونا غادي نلقي وعادي ناخد بعض القطع باش غادي نكمل بها ديك البندل اللي غادي نعمله في السروال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وغادي نجيب ديك الأرجل غادي نخيطهم غادي نقلبهم بعد الظهر وغادي نخيطهم بهذا الشكل بعد ما خيطهم كما كتشوفو وهذه البندل اللي كنت قطعت ديك القطع غادي نكمل بها ديك البندل اللي غادي نعمل فيها للاستيك من فوق غادي نخيطه وغادي نعمل للاستيك كما كتشوفو بعد ما خيطه وعمل للاستيك فهذا هو الشكل النهائي دي السروال هنايا بالنسبة للجهة العلوية غادي نبدو نخيطو الكاتفين ثم غادي نتنيو الجوانب كما كتشوفو بعد طريقة خيطناها كذلك واحد سنتيم وشركنا الجوانب للداخل هنايا غادي نتنيو على اثنان بهذا الطريقة باش غادي نلسق القب نحدد المنتصف وغادي نثبته بهذا الشكل وغادي نخيطو للداخل بعد ما خيطو كما كتشوفو الشكل يالو كيجيب هاد الشكل وهنايا بعد ما خيطو غادي نركب الاصطفات من الامام وكان هذا هو الشكل النهائي دي الفيديو اللي حصلنا عليه بيجاما رائعة فقط من قطعة واحدة دي البنوار حصلنا على جوش قطع ديال بيجاما بين سبع سنوات كنت من الفكرة تكون نالت لإعجاب ديالكم وإذا كانت هذه أول مشاهدة لكم القناة